سعد 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 أحب غمري وأشق الحاجات وسعد سعد 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 أحب غمري مسألني يا أختي إن بيفكرتيني معاليم أتكمل محسن لذع شباب أحبتي، أنا يخرجوني بالسلام يا رب يا ربي يا أختي أنا هعمل شاي خليك إنت أنا هعمل وك حبيبتي لا يا أختي، أنا هعمله ودينا قاعدين نتكلم مع بعض شوية ماشي جوزك نامي؟ لا صاحي في قطق ماما تبعد على السريفة شين الحل ما تجي رجعيها وقت يا راشد يا راشد أنا بعمل شاي صب لك أه وقل حقيق قالك أه ماما عارفة يا بيت ماما إنتي طاعتي جدعة إيه بقى؟ إيه بقى؟ إيه وقت مخرجش من يوم الصباح يا غري وين ثلاثة يا أختي سكوتي، عاجدته في البيت دول بدل ما يخرج لنقدش بتوعه إنه بيعندك حق بس إنتي عارفة بقى إلا عاجدني ومنخشش بنفوخي هدى إيه بقى؟ إنه بيخاف منك راشد بيخاف على زعلي يا فتون مش بيخاف مني يا جمد إنت يا حاجد آآ زي ما بقولك كده بس إنتي كنت تفتكر إن راشد بيحبك الحب ده كله يا بيت تصدق إيه لأ أنا قلت أشوف معاه سواد مر بس الحمد لله ربك خلا في الزنوب وطلع طيب وحنية إنتي ما كنتش مندياله فرصة يا أختي لأنتي كل ما يقرب منك كنت يبته بشين خبنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون عندك حق يا رسول الله فين يا جدعان الشاي إيه لا شاي ولا قده هفضل وقف زياردة قطع كده عايزة فلوش عايزة الدول إيه عايزة 500 جنيه أشتري ثلاث فرخات وثلاثة كيلو لحمة ومكرونة ورز وكده ولا أقول لك أجيب فرخة وكيلو لحمة على ما تشوف لك شغلانة لا خد الفلوس اللي انت عايزها إن شاء الله تشتري عشرة كيلو لحمة حلو سيد الناس هاها هاها هوا يا عم اعمل عرز براحتي قولي لا أنا كاريم شوية حدا حبيبي قال ل أن لم أبحث حين علي ما من دول ها والله طب أنا جاي لك دلوقت ياله صحيح ده نازل؟ اه يعني مشوار في السريع كده وجايه وفي السريع لي يا اخوي ما انت انبلت بالك اسبوعين ما تخليها في البطيء كرا ايها فتو المانك ما لي انتي وهون قدينا مستنين لما ينزل نشوف الشغلانة اللي هيشتغالها انا عرف ان انا مش تخلص مني كم دي ساني يا سمو اي تلقيح الكلام ده ما هو قالك خضي الفلوس اللي انت عايزها بتبرطمي كتير ليه؟ ده وليه؟ وهي مش هتسكت اصلاه تفضل اصلاه يا بسم الله ما شاء الله ده انت شكلت معاك كم مودي كيف الراجل اللي هشتغل معاك مش هكلي هبدأ من بك ان شاء الله طيب الحمدلله يا رب يا فاطل الله انا نزل معاك استنى لما اكل اللغمة دي خش غير هدومي ونزل معاك طرح اتجيبي حكتك وترجعي انا رايحها لغنوة خليها ايه اللي تجيلك جرقها ايه راجل انت هو انا علي حكم ولا عليا مراقبة مالكو فيكو ايه الله في ايه يا فتون هو قالك ايه بيقول الجبي هتقعد معاك هنا لا انت عارفة اني غنوة دي مش مصبوطة وانا ما بستريحلهاش يا سلام يا أخويا وكنت بتستريح لها قاوي لما روحت أعطى عندها ثلاثة أيام عشان تفرفش وتنعنش هنا الوحدة دي الغلب اللي أنا فيه ده خلاص يا فتو خلي غنوة يجي تقعد معاكي هانو وهو رشد نازل يعني هتاخدوا راحتكو هالآخر لا أنا حنزل بقى وبعدين إحنا بنروح فين ده إحنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا الله أنا ممعملش يا أخويا حاجة غلط وبعدين تسمعني بقى أنا ليه راجل هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيه مفهوم؟ أنا راح الزيارة بعد بكر حتيجي ولا مش حتيجي؟ جاي طب حزب كده من وشي أعرف مستفروس خد 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 عبقى بفتون على غنوة على اليوم اللي شفتوكو فيه معلش يا راشد ما تزعلش بفتون هي بس حاسة أن الدنيتها وقفت بعد ما عالي تسجل وبعدين دي ملهاش غلنا وإحنا برضو نلازم نرعيها شوية نرعيها آه بس ما تقارتصنيش لا تقارتصك باقي مرضو مفيش الكلام ده هي بس بتنفس على نفسها شوية مع غنوة يعودوا في كوفي يرغو مش أكتر أنت بتحكي على نفسك ولا علي أنت أكتر واحدة في الدنيا عرف أختك وعرفها بمغهر وغنوة دي تشبه الشارع بحاله أنا بقولك هو عشان ما تزعلش مني لو صارت على اللي فيه بمغهر هاخدك ونمشي من هنا وأطلع على جوزة هقوله إن أنا خليب ما سقلتي منها لا يا أخويا ما توصلش للدرجات دي برضو أنا بقولك هو عشان ما ترجعش اتعاية حاضر حاضر أنا هقول لها انزل انت بس الشغلانة اللي انت ريحها دي عشان تعرف تزبط ما تلعيش بقولك يا راشد أنا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجة حاجة؟ حاجة واحدة بس براحت راحت 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 راحتك يا باش طب عيناليا يا السلام مربه مرحلي انتسا من مجل قلي من مجل قليل من مجل قليل اشتركوا في القناة